النهاردة هقولك ازاي تحزف تغريدة على صفحتي على تويتر او صفحتي على اكس ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو ده للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور نهاردة كده هنحزف مع بعض تغريدة على صفحتي على تطبيق تويتر بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك الفيديو ده لو اول مرة تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك وكل سنة انت طيبين يلا بينا كده نروح مع بعض على تطبيق اكس ببدأ ان انا اضغط وافتح التطبيق معايا من هنا طبعا ببدأ ان انا اضغط على صورة الملف الشخصي بتاعتي بتضغط عليها كده من هنا ببدأ ان انا اختار الملف الشخصي بتضغط على الملف الشخصي وطبعا ده الملف الشخصي بتاعك اي حاجة نشرتها بتلاقيها موجودة في الصفحة هنا كل عليها بتضغط على التلات نقاط الاعلى بتضغط على التلات نقاط هنا وبقولك حسف المنصور بضغط على حسف المنصور هنا بيقولك هل تريد حسف المنصور لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء وستتم إزالة من الملفك الشخصي من يوميات أي حسابات تتابعك من نتائج البحث فطبعا بيتأكد عليك إن ما فيش تراجع عن الموضوع ده إن ما تحزفهاش وترجع تقول ممكن أنا أقدر أرجع تاني التغريدة فضغط على حسف بنتحزف معي المنصور بتاعي وبس كده عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي في التعليقات أنا برد على كل التعليقات أشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته